السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاكم احمد صبحي. النهاردة جبت لكم مسدس ايطالي يا جماعة. حبيت ان انا نفتحه مع بعض ونشوف مميزاته وعيوبه مع بعض. مسدس ده انا جابه من برا مصر. مسدس ايطالي. مسدس من شركة استرو. استرو الايطالية. شركة استرو. مدين ايطالي. مسدس ده ايطالي يا جماعة. هشوفه مع بعض. هادي المسدس. شايفين شكله? ده شكل المسدس. مسدس كيلو او كيلو ربعة. كوبية دي تقريبا كيلو ربعة مش كيلو. اكتر من كيلو شوية. هادي المسدس الشباب. نشوف حتى الجودة الخامة بتاعته وجودة التصنيع عامل ازاي? طبعا كل ده نحس. شايفين المسدس? الوش بتاعه فيه كم فتحة? خمس فتحات في الوش ده بس خمس فتحات. طبعا دي لها ميزة كبيرة جدا هقولك على دلوقتي. ده استلس مش الامونيا. معظم المسدسات اللي موجودة في مصر هنا من النوع ده بتبقى دي الامونيا مش استلس. دي استلس يا جماعة معالج ضد الصدى. نتكلم بقى عن مميزات المسدس ده الرهيبة. انا عن نفسي جربت المسدس ده قبل ما اجيب له حضراتكم علشان اتكلم عن كلام مجرب ما يبقاش كلام كده وخلاص. رقم واحد المسدس ده جماعة للناس اللي هي شغالة بالمساحات كبيرة. مش هيفيدك لو انت شغال في مساحات دياء. بيشتغل في مساحات كبيرة وممتاز جدا لو هترش بيه حاجات فيها دوران او تجويف. لو قلبت المسدس كده هيشتغل معاك. جبته شمالة هيشتغل معاك. وطبعا الكباية بتاعته كبيرة. فبتاخد كمية دهان كبيرة. هي دي ميزة وعيب في نفس الوقت. هي مزيتها ان هي طبعا ما بتخلقش تعبي دهان كل شوية. بتجيب معاك مساحة كبيرة جدا من الحاجة اللي بترشها يعني. لكن عيبة ان هي بتبقى تقيلة بس شوية على اليد لان دي تقريبا اكتر من كيلو الكمية اللي بتاخدها بتبقى اكتر من كيلو مع وزن المسدس تقيل. فبتبقى تقيلة على اليد فبتتعب اليد مع الشغل الكتير الوقت الطويل. قال ايزا انت اصلا كنت واحد على النوع ده من المسدسات وشغال به. رقم اتنين بقى وده اللي لفت نظري جدا في المسدس ده جماعة. هو كتر الفنية بتاعته في الفتحة آآ الرش. لما بتفتح الشمسية تفتح الشمسية من المصمار ده. طبعا اللون بيعرض معك. تفتح الشمسية اللون بيعرض بيفتح معك. بيبقى عريض. الكتر بتاع العرض ده بيوصل لتلاتين سنتي. تخيل? كتر العرض تلاتين سنتي. يعني لو انت بترش آآ حاجة متر هتاخدها على تلات مراحل. واحد اتنين تلاتة كده انت رشيت متر كامل. بيرش متر كامل في ثانية او ثانية ونص. تخيلوا. كتر بتاعها تلاتين سنتي. ودي حاجة يعني مش موجودة في مسدسات كتير. حاجة من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري جدا. الميزة التالتة اللي لقيتها في المسدس ده ومن المميزات الكويسة جدا ان هو طبعا المسدس ده يا جماعة شغال بيشفط الدهان من من المصورة دي. بيشفط من تحت الفوق وبعدين يخرج الدهان من الفونية من هدا. تمام? مش زي المسدسات اللي الكوباية بتاعتها بتبقى فوق. دهان بينزلها اوتوماتيك لا ده بيشفط. المسدسات اللي من النوع ده يا جماعة بتحتاج هوا شديد. علشان خاطر تقدر تشفط كمية الدهان اللي موجودة في في الكوباية بتاعته. النعم المسدس ده غير خالص. ده اصلا اه يعني اه يعني تقريبا زي اللي مزود بطلوم بقى او حاجة كده حاجة جواه بتخليه بتساعده ان هو يشد الدهان باقل كمية هوا. لاجه درجة ان انت لو نفخت هنا ببقك نفخت هنا ودست. هيطلع معاك الدهان. طبعا دي مش موجودة في المسدسات تانية. موجودة فاتس في المسدسات الاسباني والايطالي ومسدس الساجولة اللي هو شبيه اللي ده. الحاجات اللي هي الخامات اللي هي الجودة عالية يا جماعة. كلام ده موجود في الخامات اللي هي الجودة عالية. ده الكتر الفونية بتاعته واحد ونص. كتر الفونية واحد ونص. كتر الفونية بتاعته يعني آآ متوسط. مش كبير قوي ولا دايق قوي. اللي هو المتوسط. وانا بفضل جدا الواحد ونص في الشغل عاماتا في اي حاجة. ممتازة جدا جدا جدا. مشكلة ان هو مش موجود في مصر لازم تجيبه من برا اي حد برا مصر لازم يجبه لك هو مش بيتباع في مصر جديد ممكن تلاقيه مستعمل علشان تجيبه هتطر ان انت تتكلم اي حد او تجيبه شحن من برا مصر نيجي بقى عند السعر سعره يا جماعة بالمصري الف ومية بالشحن طبعا بكل حاجة عنا ما بيوصلك هنا بيبقى ب الف ومية المسابس ده ب الف ومية يا جماعة بس طلعا لو انت هتقارن قيمة مقابل سعر هو يستهل الف ومية مفيش كلام يستهل الفلوس اللي هو الف ومية دوم الف ومية مصري يا جماعة الف ومية جنيه مصري انا ما عرفش سعره في الدول العربية كام انا بتكلم بالمصري اه هو كقيمة مقابل سعر لا هو متاز جدا هتدفع الفلوس فيه طبعا هتاخد بالفلوس دي مميزات وطبعا خمته وجودة كويسة جدا هيعيش معك فترة طويلة في الاستخدام ولكن حافظ عليه دايما اعتيني به وحافظ عليه وما تبهدلوش ما تخليش الدهان يقعد فيه فترة طويلة عشان ما يرصبش فيه ويسده وترجع تقول ده الخمة وحشة ومشعار فيه والموضوع المشكلة تبقى من عندك انته نبزة مختصرة يا جماعة عن المسدس الأسترو حاجة سريعة كده استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية ومراجعة مسدسات تانية في الايام اللي جاية ان شاء الله السلام عليكم